حررت قوات عراقية جنودا في الكرم شرق الفلوجة وادت المواجهات إلى مقتل سبعة مسلحين من داعش كما قتل خمسة عشر مسلحا جنوب تكريد في سياق متصلة نفذ الطيران البريطاني أربع ضربات جوية ضد أهداف للتنظيم جنوب كاركوك وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة العراقية أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتى دحر المسلحين أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة واجهها إلى الشعب العراقي والقوات الأمنية أن المعركة ضد الإرهاب والتنظيم داعش متواصلة وستكون نتائجها لصالح الشعب العراقي وأوضح العبادي في كلمتها أن العراقيين عاقدون العزم على استعادة المدن التي احتلها داعش بعد تحرير أمرلي وتوز خرماته وبلد والظلوعية وربيعة وغيرها كما حيى العبادي المرجعية وعلى رأسها آية الله السيد علي السستاني على فتوى الجهاد الكفائي دفاعا عن العراقي ومقدساته وجدد العبادي التقدير للقوات الأمنية ومتطوعوها الحجد الشعبي وأبناء العشائر داعيا القوى السياسية للتوحد ونبذ الخلافات أهيب بالقوى السياسية للتوحد ونبذ الخلافات كما أهيب بالنوثقفين والإعلاميين والكتاب أن يواصلوا دعم الجهد الوطني دفاعا عن الحق والتصدي للحرب النفسية التي يمارسها العدو والتي هي أخطر من المواجهة العسكرية أن نتاج المعركة اليوم تسير بكل ثقة لصالح شعبنا العراقي الكريم وأن بشار النصر المؤذر كبير تلوح في الأفق والهزيمة المنكرة باتت من نصيب الدواعش وأعداء العراق وكل القوى المتحارفة معها من جانبه اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن العدد تنزلي للقضاء على مجميع داعش بدأ مبينا أن القوات الأمنية ومتطوعوها الحجد الشعبي وأبناء العشائر حرروا أغلب المدن الشمالية من المسلحين يذكر أن القوات العراقية تخوض معارك في عدة مدن منذ يومين في إطار خطة أمنية واسعة لتحريرها وتهدف هذه المواجهات لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة في العراق كان قد سيطر عليها مسلح التنظيم منذ يونيو الماضي فيما ذكرت مصادر عسكري عراقي أن طائرات أمريكية شنت غارات على مواقع للتنظيم في الرطبة غربي الأنبار مؤكدة أن المواقع المستهدفة بها مراكز إسناد للمسلحين وفي سياق آخر أعلن التحالف الكردستاني عن تحرير ناحية زمار ومناطق عدة بسهل نينوة وأوضح التحالف أن القوات الأمنية والبشمركة تتقدم الآن باتجاه محور سنجار ربيعة من ناحية أخرى ذكرت مصادر إعلامية أن مسلحي داعش سيطر على مدينة كبيسة بقضاء هيد في الأنبار ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدة مناطق بين المسلحية التنظيم والقوات العراقية مدعومة بالعشار